موسيقى أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعمه لجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار أوكرانيا حيث انطلق مؤتمر في سويسرا لحجد الدعم لها وفي رسالة إلى حوالي أربعين من ممثلي الدول وبنك الاستثمار الأوروبي المجتمعين في إحدى المدن السويسرية صلت جوتيريش الضوء على الأثر البشري المأساوي للأزمة فضلا عن التحديات طويلة الأجل مشيرا إلى أن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم ويتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العملية العسكرية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقق أهدافها نافيا سهداف الجيش الروسي أهدافا مدنية هناك وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الفيتنامي قال لافروف أن التبادل التجاري مع فيتنام تطور رغم العقوبات الغربية وهناك حقاق واضحة تقدمها وزارة الدفاع بشكل كامل وتام وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية بصرف النظر عما يصرح عنه فولوديمير زينسكي أي الرئيس الأوكرانية وعلى الغرب أن يحدد مسؤوليته قبل أي شيء في المناطق الأوكرانية التي يستخدم فيها نظام كيف الأسلحة ضد شعبه طلب رئيس مجلس الدوم الروسي فيات شيسلاف فولوديم الولايات المتحدة بوقف بحثها البيولوجية العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم مشيرا إلى ضرورة رفع السرية عنها وقال رئيس مجلس الدوم الروسي أن الملايين من المرضى والمتوفين والأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المستوى المعيشي للناس هي عواقب جائحة فيروس كورونا مشددا على ضرورة أن تتحمل واشنطن المسؤولية عنها بعد إعلان موسكو سيطرتها على لوهانسك تتجه الأنظار نحو بلدة سلوفيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي أوكرانيا والتي تأتي ضمن حملتها العسكرية بأقليم دونباس وقال رئيس بلداتي سلوفيانسك إن قوات روسية تستهدف البلدة بقصف صاروخي ومدفعي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 الواقع على البحر الاسود ادى الى حرمان الاسواق من اكثر من 25 مليون طن من الحبوب التي اصبحت الآن عالقة في المزارع او في مستودعات المواني في الوقت الذي تتواجد فيه الاسواق التقليدية لحبوب البحر الاسود في شمال افريقيا والشرق الاوسط مرحبا بكم مجددا حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب انضمام السويد وفنلندا الى حلف الشمال الاطلنتي النيتو على مناطق القدب الشمالي والبلطيق وقالت الوزارة ان انضمام السويد وفنلندا الى النيتو سيفاقم الوضع الامني بالبلطيق والقدب الشمالي وستصبحان هدفا للتخطيط العسكري للحلف كانت فنلندا والسويد قد وقعتها بروتوكول الانضمام الى النيتو لا نعتزم اقامة قواعد عسكرية في السويد وفنلندا حاليا هكذا اعلن مساعد الامين العام لحلف شمال الاطلنتي مشترطا استكمال تلك الدولتين مصاري العضوية الذي اطلقتاه هذا الاسبوع مساعد الامين العام للحلف ميرتشا جيوان رأى ان السويد وفنلندا لديهما قوات وطنية هائلة وانهم قادران على الدفاع عن نفسيهما تصريحات جاءت في وقت وقع وزير خارجية فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام الى حلف شمال الاطلنتي النيتو حيث اكد الامين العام لحلف النيتو يينس ستولتنبرغ ان ابواب الحلف ستظل مفتوحة امام الديمقراطيات الاوروبية التي تريد المساهمة في امن المنطقة المشتركة وفي تلك الاثناء تعهدت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا اندرسن بزيادة الدعم الاوروبي لاوكرانيا وفرض عقوبات اضافية على موسكو بسبب العملية العسكرية في حين اكد وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو ان عملية الانضمام للنيتو سيزيد من الامن الجماعي للحلف وبعد اطلاق مصاري الانضمام بات يقع على عاطق برلمانات الدول الثلاثين الاعضاء المصادقة على انضمام اسلو وهلينسكي الى الحلف الاطلنتي وعلى واقع محاولات انضمام السويد وفنلندا للنيتو كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اطلق تحذيراته بانه اذا نشرت في تلك البلدين وحدات عسكرية وبناء تحتية عسكرية ستضطر موسكو للرد بالمثل وخلق نفس التهديدات لاراضي التي تنطلق منها التهديدات لروسيا